السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتسيير الأحلام ترمز رؤية سنونو في المنام للرجل المبارك أو امرأة مباركة أو غلام قارئ ومن رأى طائر الخطاف يدخل إلى بيته في الحلم فهذا يدل على زيادة في ماله وهجوم طائر سنونو في المنام دليل على التعرض للعداوات والفتن ورؤية صيد طائر سنونو في المنام تدل على كسب المال والرزق والله أعلم فسر ابن سيرين رؤية طائر سنونو في المنام بالرجل المبارك أو المرأة المباركة ورؤية الخطاف والرزايف الصيف في الحلم تدل على أناس مغنيين ومن رأى سربا من طيور الخطاف في الحلم فهذا يدل على الأموال والرزق ومن رأى أنه أخذ طائر سنونو في المنام فأنه يظلم امرأته رؤية دخول طائر سنونو إلى البيت في المنام تدل على دخول الرزق الحلال إليه ومن رأى طائر الخطاف يدخل من نافذة بيته في الحلم فهذا يدل على زيادة في نسله ورؤية دخول طائر سنونه من باب البيت في المنام تدل على اتساء المعيشة وعندما طرى بيتك ممتنئ بطائر الخطاف في الحلم فهذا يدل على الانفاق من المال الحلال هجوم طائر سنونه في المنام ذليل على العذاوات والفتن ومن رأى أنه يتعرض للنقر من طائر الخطاف في الحلم فهذا يدل على التعرض للأذى والشرور ورؤية الهروب من طائر سنونة في المنام تدل على النجاة من أداء ومن رأى أنه خائف من طائر الخطاف في الحلم فهذا يدل على أمن من عدو آخر أما رؤية صيد طائر سنونة في المنام تدل على كسب المال والرزق ومن رأى أنه يصداد طائر الخطاف وينتفو ريشه في الحلم فهذا يدل على إنفاق من ماله ويكسبه ورؤية صيد طائر سنونة وأكله في المنام تدل على الانتفاع بمال عدو أما من رأى أنه صيد طائر الخطاف ويأكل بدمه في الحلم فهذا يدل على أكل مال الحرام ورؤية أكل طائر سنونة في المنام تدل على الوقوع في خصومه ومن رأى أنه يأكل طائر الخطاف بدمه في الحلم فهذا يدل على الخوض في الشبهات ورؤية أكل سنونة مقلي في المنام تدل على الصبر ورؤية سنونه في المنامل الرجل تدل على الخير في عمله أما رؤية سنونه في المنامل العزاء فيدل على الزواج من شخص صالح أما رؤية سنونه في المنامل المتزوجة فيدل على الولد أو الزوج الصالح أما رؤية طائر في المنامل الحامل تدل على ولادة طفل ذكر أما رؤية هذا الطائر في المنامل المطلقة فهو يدل على المال الوفيل والرزق تمنى أن ينال التفسير عجابكم إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله